السلام عليكم مرحبا بكم في قناة ديد و سمديد. هلنهر ان شاء الله نقدم لكم واحد حلقة ديال فوائد فازلين في التربية الاراني. اذا هذا الموضوع نتحدثو عليه اسمهما الامراض اللي ممكن يداويهم فازلين. موحد قد يجي لحالة غريبة ان فازلين يشارك في التربية الاراني. التربية الاراني وهو التهاب العرقوب. المشكل اللي قدر يداوي هو التهاب العرقوب. بالنسبة للذكر سنين يعني معروف هذا هو الوزن دياله مني كي يكبرت هذا هو الوزن دياله. اذا الى الناس اللي ديني التربية الارضية ممكن انهو ما يلقوش هاد المشكل دياله التهاب العرقوب. احنا كنقولهم معرقب. يعني اسموه التهاب العرقوب وهو انه الارجل الخلفية دياله كيتصابوا بواحد جروح على مستوى الارجل الخلفية. اسموه كيوقعه كيتنتف منه الشعر. دياله كيتنتف منه الشعر. وكيولي هاداك الجرح ما حدوه هو كيزيد يعني في 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 الوزن دياله وهو كيأثر عليها بك أكثر. وخصوصا النظافة. قلة النظافة كين الناس اللي ديني كيجان بحال هاد الشكل هكا ولكن ما كيين قيوش. يعني مثلا هاد هاد القرياج راني انا داير لومي كامل لتحت. يعني اي اوساخ كبطيح من هنايا كتنشي لتحت. كيين الناس اللي دايرين الكاج ولكن هاد تقوبات دياله كيكونوا صغار. يعني الكارويات دياله مصغير ورين. اسموه كيوقع كيوقع ان داك الاوساخ دياله والفزك دياله عزاكم الله كيبقى تما مع مع الارنب. اسموه كيوقع ان هادك الجرح اللي كيجي اه في الارجول الخلفية ديال الارنب. ما كيتعقمش ما كيتطهرش كيبقى مش كيبقى نقي. كيبقى ديما مصخ. والجرح اذا مش هتا بقى ديما ما معقمش ما كيبراش. وبالعكس كيزيد مازال كيتخماش كي اه كي يضهروا عليه اه يعني اه واحد اه لا لا نقول واحد الماء في الجوانب دياله كيبقى ديما ما ما كيبراش ما عمره ما كيتطور وكيبرع. اذا بالنسبة الاذاكر اسمو كيوقع اذا كان فيه التهاب العرقوب كيولي انه اه ما كيقدرش يطلع فوق النتوى انه باش يقوم بالعملية ديال التزاوج. يعني كيولي كيياكل عندك ما كيبقى انت ما كتستاغلوش. يعني من كتبغي يدير العملية ديال التزاوج ما كيقدش. علاج لانه اه مصاب باوحد الجروح كينا في الارجل الخلفية. والارجل الخلفية هي اللي فيها اه لا لا يعني هي اللي ممكن انه يبقى يعمد عليها باش يطلع فوق النتوى ويقوم بالعملية ديال التزاوج بطريقة صحيحة. بالنسبة الانتة تايما نيك تكون مصابة بالتهاب العرقوب ديما انها مكتكونش على راحتها. يعني ديما درجة درجة الحرارة ديالها طالعة يعني ما كتكونش صالحة الولادة كتكون معصبة بزاف كتولي كترمي الصغار ديالها قبل من الوقت كتولي ممكن انها تكون الصغار ديالها لما لا انها ما كتكونش على راحتها انها ديما كتكون عندها الحرارة درجة الحرارة مرتفعة بالنسبة للدواء الفعال ديال هاد المشكيل هادا وهو بلو دمي سيلا واحد الرشاشة زرقة كترشوها فوق هاداك الجرح ومع المدة كتحسو داك شي كي بدي يحيط ولكن الثامن ديالها 35 درهم كينا ديال المهم الرخيصة قاع كتدي 30 درهم لي ما عندوش استطاعة انه يشري هاد بلو دمي تيلان ممكن انه يستعمل دواء ديال هاد الحلقة هادا وهو فازلين فازلين عادية عادية هدي باكية كلها كتدي 5 درهم همتم كي ما كتشوفو كين ديال الحاماض كين ديال الورد كين كين لي ما فيهاش قع النكهة يعني ما فيهاش الريحة مهم هادي كتديل 5 درهم شوفو الحجم ديالها راعة كبيرة بالنسبة للحجم دياله دي شوفوها راعة كبيرة بزاف يعني هادي كتكون الدهنولهم بها هاد فازلين هادا الدهنولو فالارجل ديالهم وقاديا اللي مهمة مهمة فهدا فهدا الحلقة وهي النظافة ما تخليش واحد الجرح وتقولو غادي برب الدواء اللي ضروري انه يعني تكون الكاج من القيم زيان او في الارض تعالي الى كان في الارض وكان فيه لتيها بالعرقوب ممكن انكم تديروا له يعني الدواء دياله وهو هاد فازلين او فازلين عادي هادا خمس درهم كلكم خمس درهم ممكن انه تديروا بنا غي شوية انا مشي فزاف كدهنو شوية في الاصبوع ديالكم وتديروها على هادي كل الجرح وراكيو اللي مزيان غيية خاص ضروري مع هاد 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 هو هادا هاد فازلين انا معروف مع هاد فازلين هادي ممكن انكم تديرو يعني التعقيم من هادك الجهة ممكن انكم تربطو عليها واحد فاصمة ماشي للنوع ديال الفاصمة اللي غادي تلصق على الجرح وانما شوية ديال القطن وتلوي عليها وتخليوها كاك واحد نقول واحد وسبوع ولا رامني غادي تحييدو هادك يعني الدماظة غادي تلقو ذاك شي باري الحمدللله اذا فازلين دواء بسيط اه وحتى الناس اللي مبغوش يديرو الدماظة ماشي مشكيل ممكن انكم انكم تديرو غي فازلين وتعقموا ذاك الجرح مزيان تصل على الناس اللي ليس من ذاكين يكون يلقي ولا قطن وتعقمو ذاك الجهة مزيان وكل الكاش يعني هاد الكاش اللي هو كي تمشي عليه دي ما يكون انقي باش داك الجرح اللي كي يكون في الآرجل يكون دي ما معكم وانقي صافي وونازتو عليه فازلين را كي تجيب الله تانسين حلقة دينا هي فوائد فازلين في تربية الأرانيب ولكن فوائد فازلين للقضاء على التهاب العرقوب الخاص بالأرانيب اشتركوا معنا مرحبا بكم في قناة دي دي سامودي كنشكركم على التعاليق طيبة ديالكم تكيوا لازير جام باشتساندونا ونزيدو نصير فولكم فيديو يات ديما في المستوى وتكيوا لازير الزراز كيصلكم جديد ديالي ان شاء الله إلى اللقاء في الحلقة المقبلة